إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر الحسد أيها الأخوة المستمعون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية العشرين من سورة آل عمران فإلى التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد احتدوا وإن تبولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد جاءت هذه الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها فإن الآية السابقة عليها صدرت بقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ثم بيّن سبحانه إثر ذلك أن اختلاف أهل الكتاب إنما كان من بعد ما جاءهم من الألم بغيا بينهم ولا ريب أن قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام يعني نقضى الأقائد والأديان التي هي مخالفة للإسلام ومن المعلوم أن أصحاب تلكم الديانات بسبب ما يحملونه في نفوسهم من الكراهية لهذا الدين وبسبب تعصبهم الأعمى المقيد لا يرضون هذه المقالة وبسبب ذلك فلابد من أن ينبعث من ينبعث منهم للمحاجة في هذا الأمر على أن قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام إنما هو بعد بيان الأدلة وإضاح البراهين على صحة هذا الدين فكل ما تقدم في هذه السورة الكريمة وفي سورة البقرة وفي سورة الفاتحة من قبل إنما يؤكد هذا المفهوم وهو أن الدين عند الله الإسلام لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر وأمره بما به قد أمر إذ أمره عند محاجة أولئك أن يقول لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعه من هؤلاء هل هم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أو أنهم النصارى وحدهم نظراً إلى أن السورة الكريمة افتتحت بما افتتحت به احتجاجاً على ما جاء به وفد نصارى نجران من المحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المسيح عليه السلام أو أن المراد بقوله فإن حاجوك جميع الطوائف بحيث يسلق ذلك على أهل الكتاب بصنفيهم ويسلق أيضاً على مشرك العرب وغيرهم من المشركين الذين يجادلون في هذا الأمر بكل قول من هذه الأقوال قالت طائفة من المفسرين وقد وجدت العلامة بن عاشور يقول بأن الفاعلة هنا والضمير لا يعود إلى مذكور من قبل وإنما يفهم من المقام فلا يعود هذا الضمير على أهل من من ذكر من قبل وإنما يفهم من المقام لأن الآيات السابقة إنما جاءت احتجاجاً على ما جاء به من الشبهات وفد نجران الذي وفد إلى النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ولا أرى هذا الوجه الذي قاله وإن كان اعتد له بأن المشركين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محاجتهم غير واقعة لأن صدتهم بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام انقطعت وأن اليهود كانوا يتظاهرون بالمساملة بخلاف ما كان من وفد نصارى نجران وهذا في الحقيقة كله ليس بشيء أولاً قبل كل شيء مع وجود معاد للضمير في الآية السابقة لا ينبغي أن تقطع صلة الضمير به ومعاد الضمير أهل الكتاب الذين ذكروا في الآية السابقة ومهما كان من احتجاج المشركين ومهما كان من احتجاج المشركين وعلى المؤمنين فإن ذلك كثيراً ما يكون بإملاء أهل الكتاب عليه وأهل الكتاب كما قلنا وصف يصدق على الصنفين جميعاً يصدق على اليهود والنصارى ولا يسلم أن اليهود كانوا مائلين إلى المسالمة فهم كانوا أكثر الناس خبثاً وعنادة ومحاية أولا ترون إلى ما في سورة النساء من حكاية خبثهم وما نقلهم الله سبحانه وتعالى عنهم من قولهم للمشركين بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً إلى غير ذلك مما كان منهم فأمر اليهود لم يكن كما قال يدل على مسالمتهم ولو ظاهرة بل كانت محاربتهم للدعوة أمراً ظاهرة والمشركون والمشركون لم يسبق لهم ذكر هنا ولكن مهما يكن من أمر فإن محاقة أولئك المشركين كثيراً ما تكونوا إما بسبب اللدد والخصومة وإما بسبب ما كانوا يستوحونه من أهل الكتاب من الشبهات التي يريدون بها أن يلبس الحق بالباطل فإذا المعاد واضح أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعي وقد اختلف المفسرون في دلالة هذا القول على أي معنى يدل هل هو دليل على المتاركة والإعراض عن المحاجة أو هو دليل على أنهم أي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بمحاجتهم بأسلوب فيه إلزام الحجة لهم وقبل كل شيء حاجة هو فعل مصوغ من فاعل الذي يدل على المشاركة ولا يأتي إلا كذلك والمحاجة تكون بالحق وتكون بالباطل ولكن كثيراً ما تذكر في القرآن الكريم عندما تكون بالباطل كما في هذه الآية وفي غيرها الذين قالوا بأن الآية الكريمة توحي أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالمتاركة معناها بناء على هذا الرأي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني قل لهم هذا القول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أي لا حاجة لي في محاجتكم ذلك لأن الحجة قد قامت والأدل قد ظهرت والبراكين قد تشخصت فماذا تريدون بعد كل ما تقدم لقد تعاميتم وتصاممتم عن كل الأدلة التي قامت عليكم ولست بئات بأكثر مما جئت به من قبل فإن فيما جئت به من الكفاية ما لا يخفى على ذي اللب ولكن ماذا أصنع بنفوس شأنها المعاندة والمشاكسة والشقاق وهذا القول ذكره الفخر الرازي وغيره وحمله الفخر على أن المراد بالأدلة ما تقدم في هذه السورة وفي غيرها من السور التي نزيت قبلها وهي سورة مدنية جاءت إثر سور مكية فيها كثير من البراهين في تقرير العقيدة الحقة وإثباتي أن هذا الوحي إنما هو من أند الله سبحانه وتعالى وسبقت أيضا بما سبقت به من آيات مدنية أخرى على أن صدر هذه السورة فيه ما فيه قبل هذه الآية من الأدلة والبراهين التي تدل على أن الدين عند الله الإسلام وقد جاءت تلكم الأدلة والبراهين تمهيدا لأعلان هذا الأمر من أند الله سبحانه وتعالى ويرى العلابة بن عاشور أن الإشارة في هذا إلى ما سبق من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران سواء توي ذكر هذا الحوار فلم يذكر هنا في هذه الآيات أو ذكر فإن من الحوار ما كان محكيا ومنه ما كان مطريا فما كان محكيا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ثنائيا هذه الآيات المنزلة هنا وما كان مطريا فهو الذي اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن لا يحكيه لعباده ولكن مع هذا كل فإن الحجة به قائمة عليهم فهم إن حاولوا التعامية عن هذه البراهين والتصامم عن هذه النذر فذلك لا يجليهم شيئا لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعدم التعرض لمحاجتهم بعد ما جاء به من النذر السابقة وعلى هذا فقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وَقُلَّ لَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ إنما هو لأجل بياني أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان مأمورا بالإعراض عن محاجتهم إلا أنه غير مأمور بالإعراض عن دعوتهم ولذلك ولذلك قيل له هنا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ أي أنا أسلمت وأدعوكم إلى ما صنعت قل لهم أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فهو وإن كان مأمورا بالإعراض عن محاجتهم إلا أنه غير مأمور بالإعراض عن دعوتهم فالدعوة قائمة يؤمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على أي حال بالاستمرار عليها وعدم التوقف فيها حتى يستمر قيام الحجة على المعاندين والمشاكسين ولعل الله سبحانه وتعالى يهدي بهذه الدعوة وعقولا كانت قد ارتكست في ضلالها وغرقت في أوهامها فترجع إلى الحق وقيل بأن هذا الأمر هنا هو أمر بالمحاجة بأسلوب فيه إلزام للحجة عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول هنا أسلمت وجهي لله ومن تبعني ولكن كيف يكون هذا القول محاجة لأولئك وإلزاما بالحجة عليهم كيف يكون ذلك ذكر الفخر الرازي في هذا خمسة وجوه ولعل أحسن الوجوه التي ذكرها ما حكاه عن الأصفهاني أن أصحاب الملل الثلاث وهم اليهود والنصارى ومشرك العرب مجمعون على أن ما كان عليه إبراهيم عليه السلام هو الدين الصحيح ولذلك يحرص كل فريق منهم على الانتساب إلى إبراهيم ويحاول أن يمت بصلته إليه وإبراهيم عليه السلام عندما حاجه قومه الذين كانوا يؤلهون النيرات وبين لهم ضلالة ما هم عليه من الاعتقاد وأن الحق في غير ما هم مستمسكون به قال على أثر ذلك إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل بقولة إبراهيم عليه السلام فإبراهيم قال ذلك القول الذي حكاه الله تعالى عنه في سورة الأنعام والنبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام أمر أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ومؤد المقولتين واحد فلئن كنتم يا معشر أهل الكتاب ويا معشر الأميين أي العرب لئن كنتم أنتم تزعمون أنكم على اتصال بملة إبراهيم عليه السلام وتقولون بأن إبراهيم عليه السلام كان على حق وهدى فما لكم تؤرضون عن هذا الدين وهو في الحقيقة أين ما جاء به إبراهيم فإنه إسلام النفس لله عز وجل إسلام الروح والجسم والعقل والقلب والضمير والغرائز والظاهر والباطن لله سبحانه وهذا الذي طلب منكم فأنتم مطالبون بالدينونة بالإسلام المطلق لله عز وجل وهناك وجه آخر من ضمن الوجوه التي ذكرها الفخر عده بعض المفسرين طريقة من الطرائق التي هي مدلول الآية الكريمة على رأي من آراء المفسرين وذلكم الوجه وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الدين عند الله الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يؤلن هذا الإسلام وما هو الإسلام إنما الإسلام كما ذكرنا هو أن يسلم الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى وهذه هي حقيقة العبودية لله عز وجل ولئن كانت هذه هي حقيقة العبودية فإذا هذا هو مسلك الدين الحق وكل دين على خلاف ذلك فليس هو من الصحة في شيء نعم أبرى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يقول أسلمت وجهي لله ومعنى أسلمت سلمت والوجه إما أن يكون المراد به الاتجاه والإخلاص كما في قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصية رب العباد إليه الوجه والعمل أي إليه الاتجاه وإما أن يكون المراد بالوجه الذات ومعنى إسلام الوجه لله إسلام الذات أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤلم بأنه أسلم ذاته لله سبحانه وإنما عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه هو أشرف الأعضاء الجميع ولأن الوجه من وجه آخر هو مجمع المشاعر لأنه في الرأس فهو مجمع المشاعر والحواس ويتجلى إسلامه في العبادات في السجود وفي القراءة وفي غيرها أكثر من غير فلذلك خص الوجه بالذكر دون بقية الأعضاء على أن الوجه يطلق على الذات حتى فيما لا أضو فيه وهو كثير في كلام الأرب فيقال وجه هذا القول كذا أي حقيقته كذا ووجه هذا الرأي ووجه هذا الرأي كذا والحق سبحانه وتعالى يقول في حق نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي تبقى ذاته سبحانه وتعالى فإسلام فإسلام الوجه لله تعالى إنما يعني أن يستسلم الإنسان الاستسلام التام وأن يخضع القضوء المطلق لرب العباد سبحانه وتعالى وهذا يعني بطبيعة الحال أن يكون متقيدا في كل فعل يفعله وفي كل ترك يتركه وفي كل اتجاه يتجهه وفي كل أمر يرضاه أو يرفضه بما أنزل الله سبحانه وتعالى وهذا ما عبرنا عنه في أكثر من مرة بأن يسلم الإنسان روحه وجسمه وأقله وقلبه لله تبارك وتعالى بحيث تكون جميع التصرفات وجميع الأعمال وجميع ما يتلجل في نفسه بها وإنما هو بحسب ما جاء في أمر الله بحيث تدور أعماله بين الواجب والمباح والمندوب إليه ولئن أتى المكروح فإن ذلك لا يكون عن قصر الاستمرار عليه أما أن يأتي الحرام ويستمر على الحرام فلا أو أن يتك الواجب فلا فهذا هو الإسلام وقد قال العلابة بن عاشور في تفسيره إن الإسلام إنما هو يجب أن يأتي الحرام على معاني الحياة بأسرها فمعانيه كثيرة جدا ولكنه لخصها في أشرة أمور أولها تمام الأبودية لله ومعنى تمام الأبودية لله أن لا يشرك الإنسان في عبادته غير الله سبحانه فمن أشرك غير الله فإنه ولا ريب لم يسلم نفسه لله بل أسلم نفسه لغير الله الذي اتخذه إلها مع الله أو إلها من دون الله ومن المعلوم أن من تمام العبودية وإخلاصها لله سبحانه وتعالى أن لا يتعلق الإنسان بغيره سبحانه فإذا ما يكون من الدعاء الموجه إلى الأموات أو الموجه إلى الأحجار والأشجار والأنهار أو الموجه إلى أي شيء فيما يجب أن يكون الدعاء فيه محصورا في الله سبحانه لا ريب أن ذلك مما ينافي إخلاص العبودية لله فهو ينافي الإسلام الثاني الثاني إخلاص العمل لله وذلك بأن يكون العمل قبل كل شيء وفق أمره سبحانه سواء كان مفعولا أو متركا أي ما يأتيه الإنسان وما يذره أن يكون مضبوطا بضوابط شريعة الله عز وجل فلا يتجه في فعله وتركه إلى فعل ما نهاه الله تعالى عنه ولا إلى تركه ما أمره به أيها الأخوة المستمعون العزاء ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة الآية العشرين من سورة آل عمران سنتابعه في حلقتنا القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر اللحسن